هذه الطفلة السورية اسمها نهلة عمرها خمسة أعوام كانت تعيش في أحد مخيمات النازحين في ريف إدلب مع والدها وزوجته الجديدة لكنها توفيت قبل ثلاثة أيام أثارت ظروف وأسباب وفاتها ضجة وجدلا على وسائل التواصل هناك روايتان عن سبب الوفاء ناشطون وإعلاميون نقلوا عن أهل المخيم أن نهلة كانت مقيدة في قفص حديدي وأنها تعرضت للضرب من قبل والدها قبل يوم من وفاتها وأن الوالدة كان يحبسها باستمرار في ذلك القفص كانت تتعرض للجوع والعطش لكن آخرين تداولوا هذه الصورة لتقرير طبي يقول أن سبب الوفاء هو الاختناق بسبب شرق بالطعام وعدم قدرة الطفلة على التنفس قال البعض أن الطفلة تعالي من مرض عقلي بسبب زواج الأقارب بين أبي وأم نهلة التي تعيش في تركيا الآن وانفصلت عنه بسبب سوء المعاملة سوء معاملته لها على حد قولها نفت في مقابلة صحفية أن تكون نهلة تعالي من مرض عقلي وأضافت أن جميع أطفالها يتعرضون لسوء المعاملة من والدهم نشر الصحفي أحمد رحال فيديو لنهلة يتبينوا من أجوبتها طبعا هذا الفيديو قبل وفاتها يتبينوا من أجوبتها أنها سليمة وعقلة شو اسميك؟ نعم شو كنت على طلبة من هنا؟ لا في سبير بطنة بيقطني كمان ليش بقتلك؟ يعني أبطني عند بيب خالد هدول بتحبي أبوك؟ كتير؟ اي وين ميك؟ أمام تركيا وعن مين عايشي؟ عند أبوي الشرطة المحسوبة على حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام قامت بإلقاء القبض على والد نهلة للتحقيق في القضية انتشرت قصة نهلة النار في الهشيم على وسائل التواصل وانتقد البعض عدم تحرك المجتمع والناشط لإنقاذ نهلة قبل الوفاة هنا مثلا تدوين لصدام يقول فيها في تدوينته لا ذنب لها بهذه الدنيا التي أذنبت بحقها من أب مجرم ومجتمع يشاهدها مربوطة بالجنازير ويسكت ولا يساعد ولا يحتج على تعذيب هذه الطفلة أمام عينيه كلكم مساءلون أولا أو آخرة وهنا مأمون الخطيب نهلة طفلة ماتت بسبب موت ضمير كل واحد شافها مكبلة بجنزير وما حاول ينقذها نهلة ماتت بسبب إجرام والدها التي تركها محبوسة بقفص حديدي حتى يرضي أهواءه وأهواء زوجته الثانية بعدما طلق أمها نهلة ماتت جوعانة ومرضانة وعطشانة نادر حلوة يغرد كاتبا وفاة الطفلة نهلة العثمان مأساة حقيقية يجب محاسبة المسؤولين عنها عبدالله الموسى بين الروايات المتضاربة حول الطفلة وسبب الوفاء وصحتها العقلية وهوية سلوك والدها ضاعت الحقيقة المثبتة وهي أن سلوك والد الطفلة نهلة كان وحشيا وصديقه أمني في هائل تحرير الشام وسلطات الأمر الواقع التي تحقق الآن في القضية بعد أن توفيت نهلة لم يتحركوا لإنقاذها من وضعها المأساوي الأمم المتحدة تشير مؤخرا إلى أن هناك 90% من الأطفال السوريين بحاجة إلى مساعدات عاجلة بعد عشر سنوات من الصراع في سوريا والذلك الصراع أدى إلى مقتل وإصابة 12 ألف طفل تعتبر سوريا من المخاطر الخطرة أو أماكن الخطرة على حياة الأطفال كذلك قالت الأمم المتحدة أن هناك 3.5 مليون طفل سوري خارج المدرسة وأن التعليم يواجه أكبر الأزمات في تاريخ سوريا الحديث خصوصا بعد تدمير أكثر من 1300 منشأة تعليمية وصحية في البلاد شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر